كما تبادل الرئيس سيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخمة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذا وقد عرب الرئيس سيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن خالص تهاني وأطيب أمنياته لهم داعينا الله تعالى أن يجعله عيد سعيد مبارك أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات